موسيقى مساء الخير هي المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيون أجانب في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العرب ثلاثة دبلوماسيين أتراف من بينهم نائب القنصل التركي يقتلون برصاص مجهولين بعملية قيلة إنها تحمل بصمات مسلحي البيكيكي المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة لحزبه بالهجوم نفي يتناقض مع تهديدات سابقة للبيكيكي لأنهم سوف يستهدفون الأتراك ردا على عملياتهم شمال العراقي وسوريا بينما توعدت أنقراب الرد على ذلك الهجوم عند اكتمال التحقيقات يقول البعض إنه ليس مستغربا وقوع هذه الحوادث إذا ما نظرنا لتاريخ الاختتال الممتد لسنوات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب الدولي لكن اللافت أن تلك العملية وقعت في منطقة محصنة وهو ما يمثل خرقا أمنيا كبيرا يفتح التساؤلات عن الدور الأمني لحكومة إقليم كردستان وهنا نتساءل من له مصلحة باستهداف الدبلوماسيين الأتراك وما الذي يريده من هذا الهجوم إلى ماذا يشير هذا الهجوم ولماذا تحديدا في كردستان العراق من المستهدف من هذا الاعتداء أهو أمن واستقرار كردستان أم تركيا ودبلوماسيها ماذا قصدت تركيا بالرد المناسب على هذا الاعتداء قبل انتهاء التحقيقات وكيف سيكون هذا الرد كيف ستنعكس تلك الواقعة على العلاقات الجيدة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق ما هي دلالات عملية الاغتيال تلك وفي هذا التوقيت تحديدا أهلا بكم إلى تفاصيل موسيقى موسيقى قالت وسائل إعلام تركية أن نائب القنصل التركي في محافظة أربيل شمال العراق قتل مع اثنين من مرافقيه إثر هجوم نفذه مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت في أحد مقاهي المدينة الرئيس التركي رجل طيب أردغان قال إن الاتصالات مستمرة مع السلطات العراقية للعثور على منفذي الهجوم وبأسرع وقت تنتشر هذه القوات التركية في جبال هالكورت شمال العراق في عملية عسكرية متواصلة منذ أيار الماضي مهاجمة ما تسميها وزارة الدفاع التركية أو كار حزب العمال الكردستاني مهمتها ليس بعيدا عن هذا الموقع أربيل في كردستان العراق يحدث هجوم من نوع آخر مسلحون مجهولون يستهدفون موظفين في القنصلية التركية أثناء وجودهم بأحد المطاعم يقتل نائب القنصل واثنان من مرافقيه ويصاب أربعة آخرون تغضب تركيا ويعلن أردغان أنه يتواصل مع السلطات العراقية للعثور على منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار بعد اشتباكهم مع قوات الأساج في الموقع لم يتبنى أحد ما حصل كما أن تركيا لم تتهم أحدا حتى الآن لكن ثمت من يقول فاتشوا عن الغاضبين هناك في شمال العراق تتوارد التصريحات حول استهداف هؤلاء الدبلوماسيين الاستنكار طابعها العام خارجية حكومة بغداد دانت وأكدت أنها تتعاون مع تركيا لكشف الحقيقة يجد حزب العمال الكردستاني مساحة لينفي مسؤوليته عما جرى ليس لدينا أي معلومات يقول المتحدث باسمهم لا تسمع تركيا أو أنها لا تريد وتتواعد منفذي الهجوم دون أن تسميهم بعقاب وخيم يبدو أنه بدأ باستهداف مواقع ما أسمتهم الإرهابيين شمال العراق مغارة كاملة دمرت على رؤوس ساكنها ومعهم معداتهم هل سينتهي العقاب هنا؟ يتساءل المقاتلون الأكراد في سوريا والعراق ومعهم من في تركيا وهم الذين لم تنهي أنقرة معركتها ضدهم حتى تعلن عن إطلاقها من جديد هي الحادثة الأولى من نوعها بحق الدبلوماسيين في كردستان العراق يحضر التساؤل هنا أيضا عن مستقبل العلاقة بين أنقرة وكردستان بعد ما حصل وهي التي تعرف أول هزاتها الآن بحسب مراقبين استغربوا من سلاسة وقوع الهجوم ضمن منطقة تتخذ فيها أشد إجراءات التحصين هو تحدي أمني لحكومة أربيل نفسها وهي التي سبق أن طلبت من تركيا سحب قواتها من الشمال لانتفاء الحاجة لها لكن أنقرة تشبثت بالبقاء طالما أن تلك الأراضي ما زالت منطلقا لهجمات تنفذ داخل حدودها معنا مباشرة عبر الهاتف من كاركوك مراسل أوريانت نيوز سعدون السلطة مرحبا بك معنا إلى تفاصيل سعدون ما الماء والأحداث الجديدة حول اغتيال النائب القنصل التركي في أربيل إن كان صدر أي شيء عن التحقيقات الجارية حاليا وردود الفعل الدبلوماسية السياسية والرسمية حول هذا الموضوع نعم حقيقة لم يرد أي تصريح جديد حول المنفذين أو لم تتبنى هناك أي جهة هذا الهجوم على نائب القنصل وإثنان من مرافقيه لكن الذي وردنا قبل قليل وفاة أحد الأشخاص الجرحة الأربعة فارق الحياة قبل قليل وكما تعلم شخص عراقي الأمن الكردي نعم من المواطنين العراقيين الذين كانوا من رواد المطعم نفسه الآن قوات الأمن منذ الحادثة وهي تطوق المكان والعمل الجاري على خدم وثاق إلى كشف المنفذين وأيضا المنفذين كانوا يحملون أسحة كاتمة للصوت عن طبيعة المنطقة بحسب ما وصلنا من مغلومات أنها منطقة محصنة منطقة التجمع للبعثات الدبلوماسية والقنصريات برأيك هل من البساطة بحكم اطلاعك على الموضوع هل من البساطة بمكان أن يصل مسلح مع كاتم صوت ويدخل إلى أحد المطاعم الشهيرة ويستهدف أحد الدبلوماسيين سعدون فقدنا الاتصال بمراسلنا سعدون سنحاول الاتصال به إن تسنى لنا ذلك أرحب بضيوف الحلقة ضيفي من أربيل الخبير العسكري والأمني العميد أحسان القيسون بضيفي من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة وبضيفي من لندن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور فواز جورجوس مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل أبدأ مع سيادة العميد أحسان القيسون ضيفي من أربيل سيادة العميد سؤال بسيط من له مصلحة باستهداف دبلوماسي تركي في أربيل طبعا كل من يحلل وبطريقة بديهية وسريعة أصابع الاتهام تتوجه إلى البيكيكي تحية لك وتحية لضيوفك على ضوء كل المعطيات هذه ليست جريمة جنائية وإنما جريمة سياسية أغتيال سياسي تركي داخل مدينة أربيل فإذن هناك تنظيم سياسي أو تنظيم أو دولة دعمت هذه العملية الأغتيال أصابع الاتهام والمراقبين كلها ذهبت باتجاه حزب العمال الكردستاني على ضوء المعطيات على الأرض وعلى عملية قتل أحد قادة حزب العمال قبل أكثر من ثلاثة أيام في المنطقة الشمالية بإنزال بعملية خاصة من قبل قوات التركية وأيضا هناك أصابع اتهام لداعش وأنا أستبعد عملية أن قامت بهذه العملية داعش لأن على ضوء العلاقات الخفية بين تركيا وداعش وأيضا هناك اتهام للميليشية الموالية ليران وليس من منطلق الأمن واستقرار الأمن والقبضة الأمنية المحكمة في أربيل تستبعد سيناريو داعش نعم نستبعدها من هذا الباب أيضا وأيضا المتهمة الثالث برأيه هي إيران والميليشيات الموالية لإيران وبالأخاص إذا علمنا بأن السفير التركي أعلن قبل أدة أيام بأن سيفتح قنصلية تركية داخل مدينة الموصل هذا سوف يحد من نفوذ الميليشيات الولائية التابعة لإيران فإذا أصابع الاتهام عديدة وكما قلت لك إنها قضية اغتيال سياسية وليس جريمة جنائية ولكن نقل الصراع التركي التركي القومي أو العرقي إلى ساحة أقليم كردستان هذا لن توافق عليه حكومة أقليم كردستان وسوف تضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن كردستان إذا كان حزب العمال الكردستاني أو أي جهة أخرى ونحن لا ننسى بأن قبل أكثر من سنة وقع اشتباك مسلح بين عناصر حزب العمال الكردستاني وبين قوات البيش ماركا وسقط شهيدان من قوات البيش ماركا وهناك اختلاف عقائدي كبير بين حزب العمال وحزب الدموقراطي الكردستاني فإذا الأولية هو حفظ أمن أقليم كردستان حتى لو كان على حساب حزب العمال الكردي التركي نعم دكتور سمير صالحة أرحب بك من جديد من الذي يريده من نفذ هذا الهجوم على نائب القنصل التركي في أربيل وهل ترجح أيضا ما يتم الحديث عنه من أن الحزب العمال الكردستاني هو المتهم الأول نعم مساء الخير للجميع أولا يعني حتى الآن في أنقرة لم نرى اتهام مباشر رسمي لحزب العمال الكردستاني بأنه يقف وراء هذه العملية اتهامات على مستوى وسائل الإعلام البحللين رد المناسب على لسان الرئيس أردوغان وعلى لسان وزير الداخلية أيضا بأن بي كي كي يعني الرد المناسب بي كي كي بعمليات كما حدث سابقا ستستمر بشكل قوي أنا هكذا فهمت فخلينا نستمع وجه صدرك أولا يمغي انتظار نتائج التحقيق الآن الذي يجي على الأرض سواء كان على مستوى الحكومة المركزية العراقية وسواء على التحقيقات التي تجريها القيادات في أربيل أيضا أظن على ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف لماذا؟ لأن هذه العملية وأنا أتفق مع الكثير من ما قيل قبل قليل لناحية التوقيت لناحية التخطيط التنفيذ شكل التنفيذ في أكثر من مادة تدفع المسار التحليل بأكثر من اتجاه رأيي الشخص إذا سألتني نعم الاحتمال الأقوى هو أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء هذه العملية لأنه في الأيام الأخيرة تعرض إلى أكثر من ضربة في داخل تركيا وفي خارجها وهو الآن يريد أن يرد بشكل أو بآخر أليس غريبا أن ينفي إن كان بالفعل هو وراء هذه الهاجمات؟ المشكلة مع حزب العمال الكردستاني لمن يتابعه يعرف جيدا أن أنقرة لا تهتم كثيرا ولا توقف كثيرا عندما يقوله أن يقبل أو أن ينفي لماذا؟ لأنه دائما يحاول أن يتبنى عمليات مثلا أو أحداث جرت في تركيا لم ينفذها هو وأحيانا يرفض عمليات قام بها وأثبتت التحقيقات أنه هو الذي يقف وراءها من عمليات استهداف مدنيين في داخل تركيا وثبت أنه هو الذي نفذ لذلك أظن أنه ليس المهم ما يقوله حزب العمال المهم الآن ما الذي استقوله بغداد استقوله أربيل وما الذي استقوله أيضا التحقيقات التركية بشكل أو بآخر لكن في نقطة أخيرة حتى لا أطيل أكثر من ذلك في هذه العملية تحديدا أكثر من الرسالة ليس فقط إلى أنقرة كما قلت لك إلى أكثر من الآن شريك ومنسق مباشر مع أنقرة في الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية وأقصدون تحديدا الآن بغداد وأربيل أكثر من منسق تقصد مين؟ كما قلت لك بغداد وأربيل تحديدا بغداد وأربيل نعم لماذا؟ لأنه الآن هذه العملية التي تجري في شمال العراق فيها تنصيق أمني عسكري استخباراتي استراتيجي واسع في الأسبوع الأخيرة القيادات العراقية الأمنية والعسكرية زارت أنقرة أكثر من مرة بالمقابل كان فيه زيارات تركية على مستورة فيها إلى بغداد أيضا هذا التحليل ينطبق على حجم التنصيق المتزايد بين أنقرة وأربيل في الآونة الأخيرة وعندما تقطع القيادات السياسية الكردية في بغداد اليوم نشاطاتها وتعود على الفور إلى أربيل لمتابعة هذه الجريمة فهذا يؤكد مرة أخرى حجم التنصيق وأن العملية هذه اليوم فيها أكثر من استدف لكن في سؤال أخير أن هذه العملية تمت من قبل شخص يتحدى الجميع يكشف عن وجهه يحمل مسدسين كاتمين للصوت وهذه أيضا رسائل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في منطقة تختف بالكاميرات وأساليب المراقبة الأخرى سأعود إليك دكتور سامير بعد قليل أنتقل لضيفي من لندن أرحب بك من جديد دكتور فواز جورجوس إلى من هذه الضربة؟ هل هي لأمن واستقرار كردستان هي المرة الأولى التي يستهدف فيها أي دبلوماسي في أربيل أم هي لتركيا بشكل مباشر؟ الملفت أن الصحافة الغربية ككل تتحدث على أن الاحتمال الأكبر هو لحزب العمال الكردستاني والصحافة والتقارير الغربية الأولية تتحدث على أن ليس هذا من مفاجأة قضية الاغتيال وخاصة أن هناك تصعيد خطير في الآونة الأخيرة في الصراع الدموي بين تركيا الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني وأيضا لنذكر المشاهد العربي بأن الحكومة التركية تقارير يوم الأربعاء الماضي قامت نفذت عدة غارات ضدها في شمال العراق وأيضا الحكومة التركية زعمت أنها قتلت عدة أعضاء بارزين في حزب العمال الكردستاني بالفعل هذا الاغتيال للدبلوماسي التركي يشكل انتكاسة لقضية الأمن في أربيل وخاصة أن الحكومة حكومة الإقليم في أربيل دائما ما تتغنى بأن قدرتها على الاستقرار والأمن وفي منطقة حساسة للغاية أنا قراءة وهي فعليا هي بشكل عام وخاصة أربيل مستقرة مستقرة وأمنة تقارير الأولية وطبعا سوف ننتظر التقارير أنا أعتقد أنها رسالة موجهة إلى الحكومة التركية هي جزء لا يتجزأ من التصعيد الأخير وخاصة بالفعل أن القيادات القيادة التركية استطاعت توجيث ضربات موجعة إلى حزب العمال الكردستاني في الآونة الأخيرة ومن هنا هذا التركيز الشبه إجماع في الغرب بأن هذا الغتيال للدبلوماسي التركية وجزء لا يتجزأ من الصراع الدموي بين الحكومة التركية والبي كي كي طيب سؤال أيضا في السياق الاستخبارات الدولية بالتأكيد تتابع وتعلم إن كان البي كي كي وراء ذلك أم غير جهات لماذا تنكر قيادات البي كي كي وقوفها وراء هذه العملية هل يقدم أو يؤخر شيء من الجهود التركية الرامية إلى محاربتهم بشكل مستمر سواء في العراق أو في سوريا أو على الحدود حتى أيضا مع إيران يعني لنا تذكر بأن هذا الإطيال هو لدبلوماسي مدني في مكان عام وهذا بالفعل عمل كبير يعني هذا بالفعل عمل إرهابي بامتياز صحيح ومن هنا أنا لا أتفاجأ بأن نفي بأن نفي لحزب العمال الكردساني وخاصة يعني حزب العمال الكردساني يدرك جيدا أن القيادة التركية تعرف تماما سوف تدرك تماما من قام بهذا الإغتيال وأيضا حزب العمال الكردساني لا يريد يعني أيضا أن يعطي تركيا نوع من القدرة الآن الدولية لأن القيادات الأوروبية والأمريكية أيضا سوف تدرك جيدا من الشخص القام بهذا الاغتيال لأنها سوف تحاول أن تحافظ على شعرة المعاوية مع الغرب يعني العودة إلى يمكن تحليل مبالغ فيه ما سوف أتحدث عنه صحيح أن القيادات الأوروبية والأمريكية تنظر وتضع حزب العمال الكردستاني على لائحة الإرهاب وتدعم الحملة التركية ضد حزب العمال الكردستاني ليس فقط في شمال العراق ولكن أيضا في سوريا ولكنها في ذات الوقت تحمل الرئيس بطريقة غير مباشرة الرئيس التركي مسؤولية التصعيد في الصراع هناك نوع من الرؤية المتجزرة في الدول الغربية بأن الرئيس التركي استغل هذا الصراع الدموي لأسباب قومية وحزبية وسياسية ومن هنا هذه القيادات الغربية لا تريد تصعيدا خطيرا إذا اعترف حزب العمال الكردستاني بأنه وراء هذا الاغتيال العمل الإرهابي الكبير عندئذ يمكن أن تتغير الوجهة النظر الغربية والأمريكية إذاء هذا الصراع الدموي يمكن أن أحاول أن أفهم هذا النفي وخاصة أن حزب العمال الكردستاني بالفعل عانى من ضربات مجعة على يد القيادة التركية في الآونة الأخيرة ليست المرة الأولى بالفعل هو مسلسل متعدد الحلقات منذ سنوات ولكن في الآونة الأخيرة بالفعل القيادة التركية تقول بأن بعض القيادات المهمة في حزب العمال استطاعت قتل بعض القيادات المهمة يبدو بالفعل أن هذه الضربات التي قامت بها الجيش التركي يمكن أن يكون لها تأثير فعلي على طبيعة القيادة في حزب العمال الكردستاني ومن هنا هذا التصعيد الخطير من خلال اغتيال ديبلوماسي تركي في قلب عاصمة قليم كردستان أربيل سيئة العميد أحسان ما المتوقع اليوم من حكومة كردستان العراق بعد انتهاء التحقيقات وبعد أن يعرفوا من قام بهذا الاعتداء وهذا الهجوم بشكل دقيق ما المتوقع من إجراءاته سيد العزيز المتهم بريحة تثبت إداناته التحقيقات مستمرة من الثمانينات من القرن الماضي نحن نعلم بأن هناك مناوشات عسكرية بين حزب العمال والمؤسسة العسكرية التركية في المناطق النائية سلسلة جبال قنديل هاكورد المثلة الحدود الإيراني التركي العراقي لن تقع هذه اغتيال سياسي داخل عاصمة أقليم كردستان تصنف كعمل أرهابي وليس عمل عسكري فإذا أصبح الاتهام يتوجه نعم إلى ولكن لدي أصابع اتهام أخرى لجهات سياسية وجهات عرقية أخرى لكي نصل إلى الحقيقة ولكن أقول لك وسجلها علي بأن القوات الأمنية الكردية سوف تصل إلى الفاعل خلال أسبوع ليس أكثر من أسبوع ولو عدنا إلى مسرح عملية الجريمة هناك دعم لوجستي المنفذ الدعم اللوجستي فإذا هي عملية مراقبة عملية دقيقة جدا قررت هذا العملية من أكثر من أسبوع أو شهر وهذا الدبلوماسي تواجد لفترات أو أيام أو ساعات في هذا المطعم وتم تحديد الهدف وهناك دعم لوجستي وليس عملية الصدفة وقعت في الصدفة بأن نائب القنصل التركي موجود في هذا المطعم وجاء شخص واغتاله ولكن هناك دعم لوجستي كبير جدا كما وضح أحد ضيوفك هناك كاميرات كثيرة في هذه المنطقة ولكن هذه المنطقة هي خارج منطقة القنصلية التركية القنصلية التركية محمية جدا بدوشكات وبحرس وأيضا دور القنصل ولكن عندما يتنقل قريبا هذه المنطقة ومعروف عنها أنها تختطف بالمطاعم وروادها كل من أهالي المناطق المجاورة ولكن بالبروتوكول الدبلوماسي لا تؤمن الحماية لدبلوماسي بهذه الدرجة الوظيفية عندما يذهب إلى مطعم فلذلك لن يكون محمي جسورة حقيقة محمي رداره محمي قنصلية عندما يدخل شخص إلى مكان عام طبعا النائب القنصل ومعهم مرافقين اثنين مرافقين لم يستطيعوا لرد على مصدر النار وطبعا كما وصلنا من أنباء أن المسدس الذي تم استخدامه مزود بكاتم صوت الأسلحة منتشرة في أربيل بشكل كبير كواتم الصوت هل يمكن أن تصل إلى يد أي من كان أم أن الموضوع كما بدأت حديثك تقف وره جهات كبيرة زودت بهذه التفاصيل والأحداثيات والأسلحة والرصد لمدة طويلة العملية لن يقوم بها شخص فردي كما قلت إنها جريمة جنائية إنها عملية قامت بها جهة سياسية محددة والمفاجأة والمباغة الذي جعلت عدم رد المرافقين لهذا الدبلوماس المجني عليه نائب القنصل فلذلك كانت عملية مباغة جدا ومخطط لها مسبقا طريق الانسحاب طريق الدخول الوقوف أمام المجني عليه وأطلاق النار بمسدسات كاتمة الصوت ثم الانسحاب وهناك أيضا نعلم بأن هناك عجلة تنتظر الدعمين اللوجستيين لهذا الشخص الذي نفد العملية فإذا عملية تعتبر إرهابية نعم إرهابية بكل المعنى وليس عملية عسكرية كما كانت بالماضي بين حزب العمال ولكن أنا كما قلت وأكرر لك عدة أصابع تتجه لعدة جهات سياسية وأيضا لن أرفع أصبح واحد باتجاه حزب العمال الكردستاني ولو هو متهم حتى تثبت إدانته طيب دكتور سمير هل يستيؤثر ذلك على العلاقات بين أربيل وأنقرة ما حدث سلبا أقصد يعني أظن هذه العملية الإرهابية ستقرب أكثر فأكثر من العلاقات بين أنقرة وأربيل لماذا؟ لأن أربيل أيضا برأيي هي مستهدفة من خلال هذا الاعتداء يعني اختيار أربيل اختيار المكان وطريقة التنفيذ فيها رسالة إلى القيادات الكردية في شمال العراق أيضا لذلك هذه العملية برأيي هي خرق لما كنا نتابعه في الأعوام الأخيرة في مسألة عدد وقوع المواجهة المباشرة بين البشماريا وبين هذه المجموعات المحسوبة على حزب العنبال الآن بعد هذه العملية أنا أرى وأظن أن أربيل ستصاعد بشكل واسع جدا ضد هذه المجموعات في أماكن تواجدها انتشارها باتجاه خلاياها المتمركزة في أكثر من مكان النقطة المهمة هنا أن أربيل تنسق مع أنقرة بشكل واسع كما قلت لك في الأسبوع الأخيرة وفي هذه العملية العسكرية الواسعة التي تقوم بها أنقرة في شمال العراق لذلك أنا أعود وأقول لك المستهدف هنا أيضا هو حكومة كردستان في العراق الآن في نقطة مهمة الحرب هي مع تنظيم إرهابي اسمه حزب العمال الكردستاني والتصعيد ضد هذه المجموعات ضرورة لابد منها طالما أنه فيه إجماع على أنه تنظيم إرهابي لا يمكن إطلاقا الخلط بين هذه المجموعات الإرهابية وبين مسألة الملف الكردي بشقه السياسي المسألة الكردية بشقها الإقليمي وغير ذلك لذلك علينا الفصل في عنا نقطة مهمة نعم قد تكون هذه العملية لا دوافعها الأساسية بالنسبة لحزب العمال أنه يخسر الكثير من القيادات ويخسر النفوذ في شمال العراق لكن النقطة الأهم هنا أيضا أنه موقف بغداد كان إيجابي ومهم جدا في الساعات الأخيرة يبدو أنه مجموعات العمال الكردستاني شعرت تماما أنه لا خلصتها بعد الآن في أماكن توجدوها في شمال العراق في إطار خطة التنصيق الثلاثية التركية الإراقية مع بغداد ومع أربيل في نقطة أخيرة حتى لا أطيل أكثر من ذلك الآن أظن أنه إذا لم يتم حتى الآن معرفة الفاعلين أظن أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد هويتهم لماذا؟ لأنه كما قلت لك الجريمة وقعت على مرأة من عشرات الكاميرات في الشارع تقصد تحديدهم من قبل أربيل المشكلة ليست مؤقتة تحديدهم من قبل أربيل ومن قبل الأجهزة الآن التي تنسق مع أربيل لا أعرف إذا كان بغداد أرسلت محققين أنقرة أرسلت محققين أو جهاز استخبارات أم لا لكن في جميع الأحوال تحديد هوية الأشخاص مسألة ليست صعبة إطلاقا المهم الآن تحديد أسباب الجريمة ودوافعها وكيف ستكون عملية الرد عليها من قبل هذه الأطراف الثلاثة دكتور فواز جورجو السؤالي لك اليوم هل هذا يخدم موقف تركيا في سياستها بمحاربة حزب العمال الكردستاني منذ سنوات بالنسبة أتحدث هنا عن موقف الأوروبيين أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن أولى ردود الفعل الدولية جاءت من قبل واشنطن التي أدانت بشدة هذا الهجوم ووصفته بالإرهابي مما لا شك فيه أن معظم القيادات الغربية بما فيها كما تفضلت القيادة الأمريكية سوف تندد بهذا العمل الإرهابي وسوف تدعم الحكومة التركية في الرد المناسب الرد المناسب كما قال تفضل الرئيس التركي بذلك لا القيادات الأمريكية ولا القيادات الأوروبية سوف تدعم أي عملية واسعة النطاق وخاصة بالفعل إذا تم تحديد هوية القاتل بأنه من حزب العمال الكردستاني يمكن أن تشكل هذه العملية تسرع من عملية تدخل تركي ليس فقط في شمال العراق ولكن أيضا في شمال شرق سوريا علينا لا أن نستبعد ذلك نقطة مهمة جدا هذه طبعا مما لا شك فيه هذا خاصة أنه موضوع المنطقة الأمريكية يبحث حاليا بشكل متسارع الخطأ طبعا وهذا علينا أن لا نستبعد ذلك ومن هنا جوابي على سؤالك بأن لا القيادات الأمريكية ولا القيادات الأوروبية سوف تدعم أي عملية واسعة النطاق وخاصة في شمال شرق سوريا لأن القيادة الأمريكية والقيادات الأوروبية لا تريد الحقيقة أن تصوب بالزيت على النار في شمال شرق سوريا وأيضا لأن هناك إجماع شبه إجماع لدى القيادات الغربية بأنه من الصعب بمكان القضاء على حملة تمرد مثل حملة حزب العمال الكردستاني لأن هذا الحزب العابر للقرارات تتصور الصراع ابتدأ في أولى الثمانينات عشرات الألاف من القتلى ومن هنا طبعا القيادات الغربية تدعم تركيا سوف تندد إلى درجة كبيرة بهذه العملية الإرهابية ولكنها سوف تطلب وتتمنى من الحكومة التركية أن يكون ردها مناسبا ومحدودا وليس مفتوح الإطار وخاصة في سوريا أرجو بك البقاء معنا الدكتور فوز جورجوس وبقي الضيوف الكرام نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين نعود بعضه لمتابعة النقاش في إذات الموضوع تفضلوا بالبقاء الاحتراف يأخذ الكلمة والصوت والصورة إلى المدى الأقصى إلى الأثر الأقصى مركز أوريانت للتدريب يقدم لكم دورات متكاملة في التحرير الصحفي التقديم الإذاعي والتلفزيوني التصوير والإخراج التلفزيوني التواصل الاجتماعي تأسيس وتشغيل منظومة البث التلفزيوني والإذاعي وإدارة المؤسسات الأعلامية مركز أوريانت للتدريب يفتح لك أبواب التخصص للوصول إلى مهنة المستقبل تتعدد الأزمات والقضايا وتتشابك في ملف واحد يسبر تفاصيل قضية حساسة وشائكة نحللها نغوص في أعماقها ونستخلص العبرة والنتائج ملف مشترك يأتيكم في الأوقات التالية أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى تفاصيل أعود ورحب ضيوفي عبر الأخمار الصناعية من أربيل بالخبير العسكري والأمني سيادة العميد حسان القيسون بضيفي من إسطنبول الدكتور سامير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي وبضيفي من لندن أستاذ العلاقات الدولية دكتور فواز جورجوس مرحبا بكم جميعا من جديد أبدأ مع سيادة العميد حسان القيسون اليوم من برأيك يمكن أن يشارك في هذه التحقيقات خاصة وأنه في أحد يعني في شق الآخر أيضا غير أن الذي استهدف هو دبلوماسي التركي هناك أكيد حالة من القلق حاليا في أوساط الدبلوماسيين موجودين في أربيل خوفا على أمنهم وهناك احترازات أمنية متصاعدة خلال الأيام أو الساعات القادمة ما المطلوب من حكومة كردستان من الأسايش هناك وهل من جهات برأيك غير تركيا والعراق تتعاون في هذا التحقيق لكشف ملابساته خاصة أن الموضوع يهم الجميع العمليات الأمنية بدأت والتحقيقات بصورة مكثفة جدا وأيضا الطرق التقرب إلى أربيل الدخول والخروج كلها وضعت نقاط تفتيش وبالأخص الطريق الراب الغربي على مخمور لأنه وجود هناك معسكر لحزب العمال الكردستاني وضعت أكثر من نقطة للتفتيش وملاحظات الداخل والخارج على الطريق الغربي الرابط بين أربيل ومخمور وكل الطرق الخارجية حكومة أقليم كردستان أنا بأربيل ولي علاقات مع هذه الحكومة تسعى بكل قوتها وتسعى بطرق الدبلوماسية بإقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات جيدة مع كل دول الجوار وعلى رأسها تركيا فلذلك سوف تقدم كل جهدها الأمني للكشف عن هذه الجريمة الإرهابية وأيضا إذا طلبت حكومة تركيا بالمشاركة بهذه التحقيقات سوف لن ترفض باعتقادي سوف لن ترفض حكومة كردستان الاشتراك في عملية التحقيق وأيضا حكومة المركزية في بغداد سوف تشترك في عملية التحقيق ولكن سوف تكشف وقد كشفت عن الخيوط الأولية ولكن الجهات الأمنية مديرية أمن أقليم كردستان لن تعلن عن هذه الخطوط إلا بعد انتهاء كاملة من التحقيق والقاء القبض على المتهمين يمكن أن تشارك حكومة تقليم كردستان بقواتها الأمنية في الرد سواء كان بيكيكي أو غيره هل ستشارك تركيا في القصاص أو الرد على منفذ هذا الهجوم أو من يقف وراءهم سواء تنظيمات أو ميليشيات أو حكومات أو ما إلى ذلك ستقف إلى صف واحد إذا تبتت تحقيقات إذا تبتت تحقيقات بأن حزب العمال الكردستاني قام بعملية إرهابية باغتيال نائب القنصل سوف تبدأ تركيا بعملية عسكرية كبيرة جدا في شمال أقليم كردستان في المناطق الجبلية وليس في المناطق الحضرية كما الذي فعلها المجرم أو الإرهابي الذي قام باغتيال هذا الدبلوماس التركي فإذا ولكن من ثمانينات القرن الماضي أكثر من أربعون عاما والصراع التركي التركي أنا أسميها الصراع التركي التركي المستمر حزب العمال يستقدم أسلوب حرب العصابات موجود في منطقة وعرة جدا لا تستطيع الآليات التقدم نحوه ولا تستطيع ألوية المشات التقدم إلى هذه المنطقة الوعرة جدا فلذلك ليس هناك حل عسكري للصراع التركي التركي وإنما الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المشكلة الكبير في تركيا وأيضا بدأ لهيب نيرانها تبدأ في أقليم كردستان في المناطق النائية وبدأت الآن في المناطق الحضرية دكتور سمير صالحة في شق آخر أيضا يتعلق بالدخل التركي هل ما حدث يمكن أن يجمع الصف مع الحديث عن بعض اختلاف وجهات النظر خلينا نسميها في حزب العدالة والتنمية مؤخرا هل سيعزز من موقفهم من استراتيجية أردوغان خارجيا فيما يتعلق بالPKK أم سيزيد من اختلاف الرؤى لا أظن في الساعات الأخيرة نحن في الداخل التركي بدأنا نرى بشكل واضح هذا الاصطفاف الواسع سواء كان في أحزاب الحكم أو المعارضة أو مستوى القيادات الحزبية الأخرى تلتقي كلها مع القيادة السياسية في الحكم بإتجاز تنديد وإسراء عملية الكشف عن الفاعلين وإذا القصص بهم هذه مسألة برأيي الآن واضحة في تركيا لكن المشكلة الآن هي أن هناك رسائل ستكون أيضا على دوق تحديد الجهة الفاعلة بالتأكيد هذا حادثة وهذا العمل الإرهابي سيوحد الصف في المقام الأول ولكن في الدرجة الثانية هل توجه أصابع اللوم على سياسات أردوغان في المنطقة التي ربما قد يقول البعض أنها أودت إلى مثل هكذا أعطداء أم العكس لا أظن إطلاقا لا أظن إطلاقا حيال عمل إرهابي من هذا النوع الآن الأمور تذهب بمنحة آخر يعني معاكس لما نناقشه بأسرع ما يكون تحديد الفاعلين ومعاقبتهم الآن لذلك أنا أردت أن أقول لك أنه عملية الرد التركيز تأتي على ضوء الذين نفذوا هذا العمل الإرهابي وعلى ضوء تحديد الجهة الفاعلة نقطة الآن وفي غاية الأهمية جديدة أنه رسالة تركية ستكون مباشرة إلى الذين يدعمون ليس هذه التنظيمات في أكثر من بقعة جغرافية بل إلى الذين يحاولون أن يدعموا مجموعات محسوبة أيضا على هذا التنظيم وما أقصده تحديدا مجموعات قساد ومساد وغيرها في سوريا أيضا لذلك الرسالة هذه المرة إذا ما ثبت فعلا أن حزب العمال الكردستاني هو الذي يرقف وراء هذا العمل الإجرامي ستكون بالدرجة الأساسية إلى واشنطن إما أن تتعامل بشكل واضح حقيقي وتحدد سياسة وموقفها حيال هذه المجموعات وإما أن أنقرة تذهب بمنحة آخر في علاقتها مع واشنطن في هذا الموضوع تحديدا الآن في رسالة أهم هل مجموعات قساد ومساد وغيرها التي دائما رفعت شعار أجلان وغيره من هذه المجموعات الإرهابية ستأخذ الدارس هذه المرة على ضوء عمليات من هذا النوع وتعلن قطعتها وتغير من سياستها وأسلوبها وإيديولوجيتها وفكرها الذي تطبقه على الأرض في شمال سوريا يجب أن ننتظر العمليات لنرى مدى قوتها أو مدى اتساعها الجغرافي أين سيمكن أن يصل على كل الأحوال بهذه النقطة أتوجه إلى الدكتور فواز بالسؤال قلت قبل الفاصل أن حتى دول الاتحاد الأوروبي التي لا توافق تركيا في عملياتها ضد الميليشيات والوحدات الكردية سواء في سوريا أو العراق بعد هذا الهجوم ستوافق نسبيا على عمليات ولكن محدودة قبل أيام أزالت تركيا الحاجز الحدودي بين سوريا والعراق أمام مدينتين تل أبيض وتل رفعة السوريتين اليوم هل علينا أن نتوقع عمليات مباشرة طبعا في المدينتين هدول ينتشر فيهم ويسيطر عليهم قوات قصد بشكل كبير وعززت من وجودها بعد إزالة الجدار الحدودي هل علينا أن نتوقع بشكل سريع ردة فعل تركيا في سوريا بغض النظر على عمليات في الجبال ضد البي كي كي الروتينية أنا لا أستبعد ذلك أبدا وخاصة أنا لا أستبعد ذلك أبدا وخاصة إذا ثبت أن بالفعل البي كي كي هي وراء هذا الاغتيال ولكن نقطة العودة إلى عدة نقاط رئيسية يعني طبعا تركيا الآن تتوحد ضد هذا العمل الإرهابي هذا شيء طبيعي طبعا العالم يندد بهذا العمل الإرهابي طبعا ولكن أيضا هناك رؤية الأستاذ سمير لا يأخذها بعين الاعتبار يغفل عنها أن بالفعل كان هناك حوار سياسي ومفاوض جدية بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية أن الفجوة تضاءلت إلى درجة كبير أن هناك رؤية في العالم ليس فقط في واشنطن أن الرئيس التركي لأسباب قومية وسياسية وحزبية بالفعل أعلن الحرب على هذا الحزب الإرهابي لأنه بالفعل كان لديه خيارات أخرى ومن هنا يعني هناك أيضا ومن هنا لا أعتقد أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة سوف تدعم أي حملة تركية واسعة بالعكس سوف تؤذي العلاقات التركية والغربية أكثر بكثير مما هي علي النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث أنها لنشر صغير صحيح ما ذكرته ربما إلى درجة ما ولكن ما قاله الدكتور سمير في نقطة أن ربما حتى أحزاب المعارضة التي تختلف مع حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في كثير من النقاط والملفات إلا عند الحديث عن البي كي كي فتراهم على موقف واحد حتى هذه السياسة ليست جديدة حتى من عهد أتا تورك طبعا 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 لا أحد ولكن في نهاية المطاف هناك نوع من الخلاف التركي التركي في الداخل التركي هناك بالفعل هذا الصراع ليس فقط تركي ومع حزب العمال الكردساني هناك أيضا خلافات واختلافات وصراع في داخل تركيا وهناك قيادات كردية تحمل الرئيس التركي وحزبه الحقيقة مسعولية التصعيد في السنوات الأخيرة هذا مع العلم أن حزب العمال الكردساني حزب إرهابي يقوم في هذا المجال بتحدث عن حكومة أربيل تصور الآن أنت ذكرت عن الرسال تصور الآن نسبة ومستوى القلق الأمني للدبلوماسيين الدوليين في أربيل علينا أن نقول أن نذكر المشاهد أن هناك مئات من الدبلوماسيين وخاصة الغربيين الولايات المتحدة هناك الآلاف من أعضاء الإغاثة الإنسانية تصور الآن مستوى القلق الأمني لدى الدول الغربية والولايات المتحدة لأن بالفعل هذا عملية الاغتيال تشكل اختراء قرقا وتشكل اتكاسة لمستوى الأمن كان عرض على أربيل أي مساعدات سواء استخباراتية أو أمنية للكشف عن الموضوع أو الستباب الأمن من جديد يعني يؤيد فكرتك دكتور فواز تفضل أنهي جملتك دكتور فواز ومن هنا بالفعل أنا مع السيد سامير ومع الضيف الكريم من أربيل بأن أيضا الحكومة في أربيل الآن هي الآن في وضع حرج للغاية لأنها بالفعل هناك حاجة لأيضا تأمين الحماية الأمنية للمئات من الدبلوماسيين الأجانب بما فيهم الدبلوماسيين الأكراد نقطة أخيرة تفضل ضيفك من أربيل بأن إيران يمكن أن تكون وراء هذا الاغتيال يعني أنا لا أفهم طبيعة هذا الاتهام لإيران العلاقات الإيرانية التركية علاقات مهمة للغاية داعش طبعا هناك إمكانية ولكن الطريقة التي قامت بهذا الاغتيال بالفعل لا تدل لا على داعش ولا على إيران أنا أعتقد أن المتهم والإرهابي وشخص آخر ينتمي إلى منظمة إرهابية هي جزء لا يتجزأ من صراع بين تركيا وحركة حزب العمال الكردستاني أشكركم جزيلا شكرا على مشاركاتي كمعنا الدكتور فوز جورجوس أستاذ الهلاقات الدولية كنت معنا مباشرة عبر الأقمر الصناعية من لندن شكرا لسيادة العميد أحسان القيسون الخبير العسكري والأمني كان معنا مباشرة من أربيل شكرا لدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول والشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة أنا ألقاكم غدا في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بإذن الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة